تتوصل الجهود المصرية المبذولة في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري والذي أصبح نفذة الحياة للأشقاء الفلسطينيين نظرا لأهمية الكبرى في إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما يوصل المعبر فتح أبوابه أمام استقبال الجرحة والمصابين لعلاجهم بالمستشفات المصرية المزيد من التفاصيل لا يستعرضها لنا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين لازلنا نتابع الجهود المصرية الكبيرة التي تقدم للأشقاء داخل قطاع غزة من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية عبر بوابة معبر رفح بوابة معبر رفح التي لازالت تتضفق من خلالها كل الشاحنات ونتحدث عن رصد بعض وسائل الإعلام الدولية لحجم هذه الشاحنات المصطفى من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال أيضا الصور التي تظهر حجم هذه المساعدات وهذا ما تحدث عنه المسؤولين الأمميين وتحدثوا عن أهمية هذا المعبر في دخول هذه الشاحنات نتحدث عن أن المعبر لازال يعمل في استقبال الجرحة والمصابين وأيضا دخول شاحنات الوقود وتجهيز عدد كبير من المواد الجذائية التي بحاجة إليها قطاع غزة في هذه الأيام فبالتالي الحاجة ليس فقط لهذه المواد الغذائية ولكن أيضا للمكملات العلاجية ومكملات الأغذية فبالتالي مصر لا تتدخر جهدا في تجهيز كل هذه المساعدات لكن ليتبقى على الجانب الإسرائيلي أن يسمح بدخول أكبر عدد من المساعدات وأن يقلل من هذه الإجراءات التطقيق والمراجعة لهذه الشاحنات فعلى سبيل المثال اليوم السبت إجازة رسمية لدى المعابر الإسرائيلية لم يتم دخول أي شاحنات للمساعدات الإنسانية ولكن المعبر المصري لازال يعمل دخل من خلاله شاحنات الوقود نتحدث عن ثماني شاحنات للوقود بالإضافة إلى استقبال الجرحة والمصابين وتسهيل كل الإجراءات للمرافقين من حيث إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بهم وأيضا تسكينهم في الأماكن المخصصة لهم لإقامتهم سواء في العريش أو في أي مناطق أخرى يتواجد بها المصابون الفلسطينيون نتحدث أيضا عن أن التقارير السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أشرت إلى أن مصر استطاعت أن تدخل في شهر أبريل الماضي أكثر من خمسة ألاف شاحنة بها عدد كبير من المساعدات الغذائية المختلفة فإذن نتحدث عن مجهودات مصرية كبيرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح سيسي بالطبع مع استمرار الإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة بعشرات الأطنان هناك هذه هي الصورة والآن عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى